طيب نروح بقى لأخبار الفريق والنهاردة تدريب فريق النادي الآله هو أول تدريب للفريق عقب العودة من الأجازة والراحة السلبية لمنحها مارس الكولر على فكرة هي مش راحة سلبية بمعنى أنها راحة سلبية لا كان فيه برنامج معد من الجهاز الفني بقيارة سويسري مارس الكولر تم إرساله لللاعبين على جروب الواتساب وحتى لجنة التخطيط لما اتكلمت مع مارس الكولر على فترة الأجازة وانت لاجع عندك ماتش ميدياما الغاني يوم السبت اللي جاي فهو الرجل طام من الناس وقالهم لا فيه برنامج معد واللاعبها هتشتغل عليه بحيث لما نستعني في التدريبات يوم الحد اللي جاي اللي هو النهاردة ان شاء الله الحالة البدنية هتكون جيدة جدا ما يكونش لعبها فقط جزء من اللياقة البدنية قبل مواجهة ميدياما الغاني في أولى مباريات تدوري أبطال إفريقيا وبالتالي النهاردة ان شاء الله أول تجمع للفريق هنحاول ان شاء الله نطمئن على حالة أكرم توفيق طبعا كلنا عارفين ان أكرم في مباراة الجونة ما كانش موجود وكان المعلن وقتها ان الجهاز الفن بيقول ان أكرم ممكن مع العودة من الرباط الصليبي والفترة الطويلة من الغياب عنده إجهات شوية وبالفعل أقرأ إشاء عشان نطمئن عليلك الحمد لله أنا بطمينكم ان أكرم الحمد لله بحالة بدنية وطبية كويسة جدا برضو النهاردة ان شاء الله نشوفه في المران عمر السلية محمود متول إن شاء الله كمان نطمئنه ونشوفه في المران عايز ألكم كمان محمود قهربة ان شاء الله بعد فترة غياب كده من ساعة مواجهة سانداونز ما كانش موجود في مباراة الأهل المحلية عارفيني فيه قرار بيإيقافه ست مباريات في الدور العام عد منهم خمسة فباقي مباراة لكن مباراة الإفريقية كلها بيشارك فيها ما عندوش أي مشكلة فبإذن الله قهربة يكون عنصر أساسي وعنصر مهم جدا في تشكيلة مرسل كولر أمام ميدياما الغاني يوم السبت المقبل على ستاة السلام المباراة تتلعب إن شاء الله ساعة تساعة مساء بتوقيت القاهرة كلنا كمان عارفين الشناوي مع منتخبنا الوطني الأول فيه كمان استدعاء لحمز علاء في المنتخب الأولمبي فيه لعيبة منضمة في منتخب الشباب فيه لعيبة منضمة في المنتخب الأولمبي المنتخب الأول بيرسيتاو مع جنوب إفريقيا أليو ديانجي كان موجود مع منتخب مالي ولعيبة الآلة الدولين كلهم بيشاركوا كلهم موجودين فالنهاردة يعني أعتقد المران ممكن يشهد تصعيد عدد كبير جدا من لعبي قطاع الناشئين عايز أقول لكم في التوقيت الحالي وأنا معكم على الهواء مباشرة الأمطار يعني بتهطل بشكل كبير جدا وغزير جدا على مقر النادي الآلة في الجزيرة أعتقد يعني التدريب ممكن يتأخر شوية لغاية لما الجو يتحسن تدريجيا واللعيبة تقدر تنزل لملعب التيتش ويستأنفه التدريبات لأنه خدوا بالكوا طبعا أول تدريب مع مران بدني مع تأسيمة لقدر الله مع الأمطار والجو ممكن يأثر على الأرضية فالأفضل إن الفريق استنى شوية ويتمهل لغاية لما الجو يهدى وهطول الأمطار يعني يقل شوية عشان يقدر كولر ينفذ أول تدريب له مع النادي الآلة دي الأجواء لغاية لما نشوف الصورة والأجواء من ملعب التيتش خلال الدقائق اللي جاية وإحنا على مدار فقرات البرنامج بإذن الله نحاول نطمنكم قدر الإمكان صوت وصورة على كل الأخبار